السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناة الدراما الأسيوية اليوم الفيديو عبارة عن مسلسلات كوريا في عام 2020 إذا كنت لا تشاهد المسلسلات كوريا والمعروفة باسم الدراما الكوريا فأنت تفوتك مستويات متعددة من الإطارة أصبحت الدراما الكوريا ظاهرة عالمية وإذا كنت ستصبح خبير في تقافة البوب فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بكل ما يتعلق بالدراما الكوريا ثم هناك السبب الأكثر أهم لمشاهدة الدراما الكوريا وهي أنها تسبب الإدمان لأنها مذهلة وستشكر نفسك على إضافتها إلى نظامك الغداء الغني أول مسلسل اسمه The King الملك الأبدي تحتوي هذه الدراما الكوريا على كل شيء ممكن أن تشتهيه أكوان متوازية صفر عبر الزمن ملك وسيم محققة قوية ورومانسية مذهلة يروي المسلسل قصة ليون الذي يؤدي أحد أشهر ممثلين في كوريا الجنوبية ليمين هو وهو إمبراطور كوري يحكم مملكة كوريا ويكتشف بوابة في غابة الخزران التي قادته إلى عالم موازي الذي هو العالم الذي نعرفه اليوم يلتقي بالمحققة جانك فيك في حبها عليهم العمل معا لإغلاق بوابة الوقت هذه قبل أن يرصاد معالمهما إلى الأبد هل سينجحون في رحلتهم وهل سيتمكن حبهم من تجاوز الزمن؟ المسلسل الثاني قائمة تشغيل المستشفى لكل محب الدراما الطيبة هذا المسلسل هو لكم يصور المسلسل قصص الأشخاص الذين يعملون في المستشفى كان الأطباء الخمسة أصدقاء منذ عشرون عام ذهبوا جميعا إلى نفس كلية الطب والآن هم زملاء في مهنة تتمحور حول الحياة والموت يعد هذا العرض حاليا واحدا من أعلى الدراما الكورية تصنيفا في تاريخ تلفزيون كابل ومن المقارعة عرض الموسم الثاني في عام 2021 المسلسل رقم ثلاثة خارج الصف تدور أحداث المسلسل حول ثلاثة طلاب تانوية يتكيبون جرائم لكسب المال ويواجهون على طول الطريق أعداء وعقبات خطيرة سوف يستغرق الأمر منك حلقة أو إثنتين حتى تفهم تماما ما يحدث قبل أن تقدر رواية القصص المعقدة التي يرويها المخرج كيم جين مين في هذا المسلسل الرائع المسلسل رقم أربعة الحانة الغامضة المسلسل يخرج عن المألوف في قالب درامي خيالي غموط تتمحور القصة حوله هو الجول الذي يدير عربة الطعام الغامضة والعملاء الذي يزورونها يتكونون من الأحياء والأموات أثناء الشرب والأكل يتحدثون معه عن أنفسهم وصراعاتهم الداخلية المسلسل رقم خمسة دكريات قصر الحمراء هذه الدراما الخيالية مثالية لمحبي هيون بينغ وبارك شين هي قد تتذكرها من المسلسل الشهير يلتقي بارك هينهاي وهيون بين ببعضهما البعض في إسبانيا عندما وصلت هيون بين إلى النزل الذي تملكه شخصية بارك هينهاي لأنه يريدها أن توقع على حقوق تطوير لعبة الواقع المعزز لأخيها الذي اختفى يبدأ جين وو بلعب اللعبة ويدرك في النهاية أنها تسبب في موج من حوله إذا أراد إنقاذ نفسي وشقيقه المفقود فعلي إكمال مهام الخطيرة يروي هذا المسلسل الكوري قصة الصراع بين رئيس مكتب السياسة المالية الذي يسعى للتخلص من بنك جونغ الذي على وشك الإفلاس ورئيس المالية الذي يخطط لتسليم البنك إلى جزر البهاما صندوق الأسهم الخاصة في وولد ستريت ترجمة نانسي قنقر